وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 235 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 52 طن من المواد الغدائية وغير الغدائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن إلى جانب ضبط قرابة 33 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية كما تم ضبط 297 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 85 قضية خبز ناقص الوزنة و85 قضية خبز غير مطابق للموصفات